الموضوع محاسبة الولاة كان الخليفة عمر بن خطاب رضي الله عنه يحصي على الولاة أموالهم قبل توليهم الأقاليم وبعدها فإذا زاد في أثناء ولايتهم صادره كله أو نصفه لبيت المال ومن تعلل بالتجارة قال له بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارة كتب إلى عمر بن العاص وهو يومئذ والي مصر يقول أما بعد فلقد بلغني إنه فشت لك فاشية من خيل وإبل وبقر وغنم وعبيد وعهدي بك قبل ذلك إن لا مال لك فأنا لك هذا ولقد كان عندي من المهاجرين الأولين من هو ولكني قلتك رجاء غنائك فاكتب إلي من أين لك هذا المال وعجل فكتب إليه عمر أما بعد فإنه قد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيها فاشية مال فشالي وإني أعلمكم إني أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله والله لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإني لست من تصطيرك الكتابة وتشقيقك الكلامة في شيء ولكنكم محشر الأمراء قعدتم على عيون المال ولن تعدموا عذرا وإنما تأكلون النار وتتعجلون العار وقد وجهت إليك محمد بن سلم فسلم إليه شطرة مالكة وشكرا جزيلا يرجى الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر